اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أليه وأصحابي أجمعيني زيكم عاملين إيه؟ يارب كده تكون فقير وسعيدة النهار ده بسطو أنا هعمل عيش بطريقة سهلة جداً بأدير بسيطة قوي مش هيخد معك وقت خالص بس النتجة في النهاية تحفى جداً هنا أنا الأول حطيت كوباية زبادي وبعد كده حطيت في كوباية الزبادي داية ماليت فيها مياه دافية أنا هحط من كوباية الزبادي دي كوبايتين مياه دافية وحطيت ربع معلقة من الباكين بودر وهقلبهم بس كده هدوب الزبادي مع المياه الدافية مع الباكين بودر والذي ده ده دقيق منخول هحط أربع كوبايت من الدقيق بس بعد كده هحط بقى مياه تاني وحطيت الملح حاولي نصف معلقة من الملح لاني طبعاً الكمية مش كتيرة طيب بصوا العيش أساسه دقيق ومياه ومالح والباكين بودر ممكن لو ما عندك الزبادي ممكن ما تحطي الزبادي ممكن تستبدل الزبادي بإيه ممكن تستبدل الزبادي بلبن ممكن تستبدل الزبادي بكريمة لبيني ممكن لو عندك إشطة يعني بصوا هيدتي نتيجة روعة ممكن تعمليه بدقي ومياه بس كده بس طبعاً انت ممكن تزاودي مثلاً القيمة الزبادي بإيه ممكن بعتحطي بقى الزبادي بإيشطة الحاجة الدات فبتزاود القيمة الزبادي للعيش خلاص كده وبعد كده بقى عجنته هو مش هيخد معك وقت خالص في العجين وبعد كده بحطيته بقى الرخيمة كده وعجنته عجنت العيش بتكون طرية شوية بتكون بتلزق سنة متعملهاش تكون جفة وبعد كده بقى هقطع بقى هقطعهم بقى كده القطعة كده وبعد كده هعملهم بقى كور بصوا يعني ده طبعاً مفوش خميرة فانا مش هستنى ان هو يخمر ببدأ كده بسطو بدخل بقى كده العجينة كده الجوة وعملها بقى كده كورو وهرقوها دي رشة من الدقيق على الرخيمة بحيث ان العجينة ما تلزقش معي على الرخيمة هعمل بقى كل الكمية بنفس الطريقة انا حسيت ان الكورة دي كبيرة شوية فشلت منها حيطة من العجينين وبعد كده بقى همسك كورة كورة اول كورة انا كورتها هبدأ بعد كده هحطها في الدقيق علشان ما تلزقش معيكم على الرخيمة دي حاجة وكمان علشان لما تجدوا فرضوها يتفرد معيكم بسهولة وبرده هحط برضو رشة من الدقيق يعني كل رغيف افرده هروح حطها برضو رشة من الدقيق وبعد كده هروح حطها العجينة العيش بحيث ان هو ما يلزقش برضو معي على الرخيمة بستو بيتفرد بسرعة ما بياخدش معي وقتا خلص لو انتم حابين تفردوا رعاجينة اكتر من كده افردوها هيكون غيف العيش هيكون اكبر بصوا بيتفرد معي بسهولة خالص اهو كده خلاص انا خلصت كل الكمية فرضتها طبعا بقى انا دلوقتي بصوا انا ببرك العجينة بصوا طريقة جميلة جدا هنا بقى انا الطوصة ديت انا مسخناها سخناها حلوة قوي وبعد كده هتبدأ يبعد تسوي العيش لازم تهدي النار وبعد كده يعني كل شوية تقلبوا كده كل شوية تقلبوا العيش بحيث ان هو ما يتحرقش معيكم واول ما العيش هيبدأ يسخن هتلاقي بقى العيش يبدأ ينتفخ معي بصوا النتيجة روعب جدا وكان طعمه حلو جدا وطريقته سهلة قوي يعني انت ممكن مثلا تدقي يومك الصبح قبل ما تعملي اي حاجة خالص كيلو زقين انا عملك المية بسيطة انتو ممكن بتعملوا كيلو زقين كده مش هيخد معكم وقته خالص على الرخيمة تفردوا وتعملوا ممكن كمان تستخدموا مثلا تصطين بحيث ان انتو ما تاخدوش وقت في سوى العيش بصوا طحفة جدا وممكن كمان تطلعوا انا مطلعها على صانية انتو ممكن تطلعوا لو عندكم شبكة ممكن تطلعوا على شبكة الفرن هيكون كمان احسن وبعد كده ما بين كل رغيف ورغيف لازم تنظفوا الطوصة اللي كان في الطوصة ده دوت الدقيق فلاازم ما بين كل رغيف ورغيف تنظفوا الطوصة بحيث العيش لما تيجوا تصور رغيف اللي بعضه بيتحرقش معاكم بس ما شاء الله بينتفق ازاي اه تحفة جدا يعني وكان طعمه كمان حلو قوي اهو بستو ده كذا رغيف بس انا بجيب لكم اخر مرحلة بصور رغيف بحيث ان انا مطولش عليكم بس في الفيديو بس ما شاء الله ويعتبر مفهومش مكونات يعني وطرقته بوسطة جدا يعني مش مكلف خالص بصو يعني انا بجيب لكم زي ما قلت لكم يعني اخر الرغيف اخر الرغيف في سواي فبجيبه لكم في اخر مرحلة بحيث ان انا بس ما طولش معاكم بس بصو يعني تحفة جدا بصو بينتفق ازاي جميل جدا وطري بس انا بوريكم اللي عيش خلاص بعد المستوى اهو بس بقى من جوة كل بقى معاك ابنة بقى اي حاجة تحفة جدا جربوه ان شاء الله يعجبكم ومستني رأيكم في الكومنتات